مصر والرئيس عفتاح السيسي ودايما نقول الحكاية دي ولكن كمان مع تركيا بنقولها بشكل واضح وبأعلى الصوت كان هناك رؤية وقدرة مصرية استراتيجية لقراءة الأحداث السياسية الكاملة في المنطقة والإقليم والسياسة دي يمكن ما بقول الجملة دي كمان النهاردة في السياسة ما فيش عداء دائم ما فيش ايه عداء دائم ودايما ناسب الشغل في ملفات العلوم السياسية يقولك الحكاية دي انه تخلي بالك انه ما فيش حاجة اسمها لن يكون ولن يحدث في السياسة ومش هعملوا لا السياسة لانه بيحصل تغير في الظروف وتغيرات في الأوضاع وبالتالي انه هذا الامر ما تاخدش مبكرا انه لا او لا او لا طب ماذا لو حدث العكس يحصل ايه فعادة لا عداء دائم في السياسة خطوات بدأتها تركيا مبكرا لانه تركيا بدأت مبكرا تغيير سياستها الخارجية في عديد ملفات وخاصة الملفات العربية مع مصر مع المملكة العربية السعودية مع دولة الامارات العربية المتحدة وشوفنا التقارب التركي ثم اتخاذ تركيا خطوات من وجهة نظرنا شوفنا خطوات ايجابية للغاية فيما يتعلق بالتوقف عن دعم تنظيمات جماعة الاخواء الارهابية وغيره كانت هذه مبادرة من تركيا مبادرة بنينا على هذه المبادرة وزيان بقول لحقاكم انه يعني كل هذه الملفات اللي كان فيها عاملة اشكاليات وشوائب تجوزنا هذا الامر الى مرحلة النهاردة بزيارة مهمة للسيد الرئيس عفتا عزيزي اليوم بنبنى على هذه الزيارة المهمة واللي هيكون لها نتائج في غاية الاهمية ونتائج قوية جدا حفاوة النهاردة والاستقبال كبير بيؤكد على انفراجة هائلة في العلاقات المصرية التركية وبالتالي انه هذا الامر هيكون ليه يعني مردود كبير جدا على كل الملفات مردود كبير جدا على العلاقات بين البلدين سياسية اقتصادية امنية عسكرية استثمار هنا وهناك رئيس سورك النهاردة بيتكلم على والسيد الرئيس كمان بيتكلم على حجم التبادل التجاري خلال سنة 3-4-5 سنين اللي جايين عايزين يرتفع الى حوالي 15 مليار دولار في استثمارات تركيا في القاهرة في مصر حوالي 3 مليار دولار تركيا كمان بتزود هذا الامر نتكلم على تعاون كبير تم النهاردة توقيع مذاكرات تفاهم واتفاقات وغيره يمكن قرابة العشرين بروتوكول ومذاكر التفاهم النهاردة وده بيؤكد في كل المجالات نتكلم شؤون الدفاع نتكلم في العملاء في التعاقل الخارجية في الصناعة في الاستثمارات في السياحة في الطاقة في كافة المجالات بين البلدين